والزمان الثالث عشر من ابريل النيسان العام 2011 والمكان محافظة عدن بمدنها كريتر التواهي المنصورة الشيخ عثمان والبريقة ودار سعد صباحا وكالمعتاد توجه الطلاب المدارس والموظفون والعمال الى اماكن عملهم المعتادة وعبر وسائل النقل وكل ذلك خلافا لما تبثه بعض وسائل اعلام والفضائيات عن عصيان مدني تشهده المحافظة ولكن الحياة تأبى الا ان تستمر وحاجة الناس للعمل والدراسة والتعليم لا تتوقف وهذه المشاهد المصورة توضح بجلاء سير الحياة اليومية في محافظة عدن بمدرياتها نهار الاربعاء الثالث عشر من شهر ينيسان ابريل العام الحالي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة